بيبدأ الفيلم في اليابان سنة 1987 وبنشوف المعلم جوكن وتلاميذ وريو وكن وهما بيتدربوا على أسلوب القتالي المميز جدا وبنشوف قدئين الأسلوب الخاص بالمعلم والتلاميذ قوي جدا وبعد ما بيخلصوا تمرين بيرجعوا للمدرسة مرة تانية علشان يستريحوا بس المعلم بيطلب منهم يروح يكملوا تدريباتهم ولما يخلصوا يروحوا يتأملوا عند النهر وبنعرف ان بقالهم 13 سنة وهما بيتدربوا مع المعلم جوكن وأول ما بيوصلوا للنهر بيكملوا تدريباتهم وبيقابلوا الصياد العجوز اللي بيرحب بيهم دايما وساعة هكين بيتكلم مع ريو وكان مددق جدا علشان المعلم مش موافق يدربهم على أسلوب الهادو المميت وبيقولوا ان هما كل يوم بيعملوا نفس الحاجة وكان بيفكر يسيبوا المعلم ويرجع لأمريكا علشان يشوف أهله بس ريو بيطلب منه ان يفكر في قراره كويس قبل ما ينفزه لان المعلم بمثابة القب بالنسبة لهم ومش من السهل يسيبه ويمشي ومن الكلام بنعرف ان ريو ياتيم وما يعرفش اي حد في حياته غير المعلم والمدرسة اللي هما فيها وبيطلب ريو من كين انهم يروح عند النهر للتأمل وهو هيبقى يكلم المعلم علشان يعلمهم أسلوب الهادو وبنرجع للزمن لسنة 1979 وبنشوف المدرب جوكن وهو بيمرر ريو وهنا بيوصل صديق المعلم العزيز أبو كين وبيعرفوا ان ام كين توفت ومن ساعاتها وكين حالته النفسية سيئة جدا وبيعمل مشاكل كتير وبيطلب من المعلم انه يدرب كين علشان يفرخ طاقة الغضب اللي جوة منه في الاول كين وريو تغنقوا مع بعض بس بعد فترة الاتنين كونوا صداقة كبيرة وأصبحوا اكتر من الاخوات واول ما الاتنين بيوصلوا لمدرسة الفنون القتالية ريو بيطلب من المعلم انه يعلمهم أسلوب الهادو وعرفوا انه هما جاهزين علشان ينتقلوا للمستوى القتالي التاني في الاول بدأ المعلم يسألهم عن قوتهم الداخلية ولما جاوبوا المعلم عرفهم انه هما دلوقتي أصبحوا مستعدين وبيطلب منهم يستنوا في المدرسة وهو هيدخل لهم وبالفعل الاتنين بيستنوا المعلم لساعات طويلة والمعلم مش بيوصل فكان فكر ان المعلم خداعهم وعرف ريو انه كذب عليهم بس بعديها ريو بيشوف خريطة بالصدفة واكتشفوا انهم لازم يروحوا لمكان سري في الغابة علشان يبدأوا التدريب على أسلوب الهادو المميت ولما سألوا مساعد المعلم عن العربية عرفوا من المعلم أخدها ومشى فاستعد الاتنين وكرروا يروحوا للمكان على رجليهم وانطلقوا في رحلتهم لأيام طويلة في الغابة لحد في النهاية ما وصلوا للمكان اللي موجود في الخريطة ولما دخلوا لقوا المعلم مستنيهم وعرفوا من دا المكان اللي اتدرب فيه زمان وتاني يوم بيدخل المعلم علشان يصحيهم وبيطلب منهم يقدموا الاحترام للمعلم سوكي اللي كان مسؤول عن تدريبه زمان ولما ريو سألوا المعلم مات ازاي عرفوا انه مات في كتال وحس بحزن جديد ومشى من المكان بعد شوية كين فضل يدور على المعلم بس ساعتها اتفاجئ بغرفة مقفولة فافضلوا خليه افتحها واول ما دخل شاف مجموعة من الصور للمعلم لما كان بيتدرب وهو شاب وكمان بيلاقي كتاب سري عن تعليم اسلوب الهادو المميت بس اول ما ريو دخل عليه خب الكتاب بسرعة وقال لي ريو انهم لازم يخرجوا من القوضة علشان دي الغرفة الخاصة بالمعلم وساعتها شافوا صورة ليه وهو صغير واكتشفوا ان المعلم كان عنده اخ صغير بس ما قالهمش اي حاجة عنه قبل كده وبعد شوية المعلم بدأ يعرفهم اسرار اسلوب الهادو وعرفهم انه علشان ينخرج الاسلوب ده بشكل صحيح بيحتاج لطاقة الكي في عضلات القدم ولازم يمرروا قوة الكي بشكل منفصل علشان يوجه لك مكوية جدا قدر على تدمير الخصم في الكتال بس في البداية لازم يتعلموا اسلوب الشريوك الاول علشان يقوي عضلات الايد والرجل علشان يدمروا اي حاجة تقف في طريقهم واول ما بيبدأوا يتمرنوا بيوجهوا صعوبة كبيرة في تنفيذ الاسلوب الكتالي ولما سألوا المعلم ازاي هو بيقوم بيها بسهولة قالهم ان فيه مثل صيني قديم بيقول ان فيه طرق كتير توصل لكمة الجبل وهنا الاتنين فهموا ان كل واحد بيلاقي اسلوب خاص به علشان يوصل لاسلوب الهادو وهنا بيفتكر المعلم زمان لما كان مدربه بيعلمه على اسلوب الهادو بس بعديها بيطلب منهم انهم يتأملوا عن بشلال قريب من هنا ويكملوا تدريباتهم بكرة وتاني يوم بيطلب المعلم منهم انهم ينسوا صدقتهم ويواجهوا بعض اكنهم اعداء وبيأمرهم يبدأوا الكتال وبيبدأ الكتال بينهم وكان الاتنين مستواهم عالي جدا والاتنين كانوا متعدلين في الاول بس بعد شوية بدأ كين يتمكن من ريو وقدر في النهاية انه يهزمه بضربة قوية جدا وهنا وقف المعلم الكتال وحيا كين على فوزه وعرف ريو ان في الاول قدر يسيب كين بدربات قوية بس بسبب عدم تركيزه قدر كين انه يتمكن منه يهزمه وبعد ما خلصه المعلم اظهر تقنية سرية في اسلوب الهادو اسمها ضربة الادوكن وبيعرفهم ان دي مجرد البداية لان الاسلوب ده قوي جدا وبنرجع لسنة 1956 لما كان المدرب بيدرب جوكن واخوه على الكتال وبعدها بيحذرهم ان تقنية الهادو المظلمة ممنوع انهم يتدربوا عليها اطلاقا لان نتاج بتاعتها قاتلة وحذر اخوه بالاخص انه يستخدمها وقاله ساعتها تبقى خيانة بالنسباله وعرفهم ان اخوه والمنافس الوحيد ليه بقى شخص مجنوم من سوق استخدام الهادو وامرهم انهم لازم يطهروا الكي الخاص بيهم بعد استخدام الهادو عن طريق التأمل بنرجع لريو كين اللي اتحمسوا جدا اول ما شافوا اسلوب الهادو وبدأوا يتمرنوا بشدة طول اليوم بس في النهاية فشلوا انهم ينفزوا اسلوب الهادو وده علشان فشلوا انهم ينفزوا اسلوب طاقة الكي الداخلية فبدأ المعلم يفهمهم ازاي يخرجوا طاقة الكي علشان اسلوب قبضة الهادو وبدأ ريو بتنفيذ تعليمات مدربه وقدر ان يستجمع طاقة القبضة بس علشان كين فشل في البداية قرر ان يستعين بالكتاب اللي سرقه من قوضة المعلم لحد ما استجمع جزء كبير من طاقته بنجاح بس ساعتها المعلم حاس بحاجة غريبة ونده على كين بسرعة و سأله عن الاسلوب ده تعلمه فين في البداية كين كتب على المعلم بس المعلم أصروا ان يقوله الحقيقة فاضطر كين انه يقوله على الحقيقة و اداله الكتاب اللي لقاه وهنا المعلم عرفه ان الكتاب ده ممنوع نهائي انه يستخدمه علشان الاسلوب اللي فيه ممكن يتمكن منه ويحطه في طرق مظلمة مش ممكن يتخيلها وطلب منه ما يعرفش حاجة ريو وساعتها كين اعتذر للمعلم و سابه ومشى ساعتها جوكي نفتقر ايام زمان لما شاف اخوه مره بيسرق من كتب المعلم بتاعهم اساليب الكتال الممنوعة وساعتها طلب منه يوقف اللي بيعمله بس جوكي رفض وعرفه ان جوتيتسو المعلم ما خبي كل حاجة عنهم وعلشان كده قرر يسرق الاساليب القوية بنفسه وساعتها قرر المعلم انه يحرق الكتاب ده علشان ما يقعش في ايد اي شخص تاني ولما بيجي الليل بيقعد المعلم مع تلاميزه وبيبدأ يحكي لهم قصة حياته وعرفه منه والده كان صديق المعلم جوتيتسو وكمان امه توفد بسبب الحرب وعلشان كده اول ما المعلم جوتيتسو رجع من الحرب كرر انه يعلم اسلوب الدوجو لجوكين واخوه واستمر في تدريبهم لسنين لحد ما اصبحوا مقتلين اقوياء جدا وفي النهاية امرهم المدرب انهم يروحوا يناموا علشان يبدأوا تدريباتهم الصبح بس بالليل بنشوف ريو اللي كان بيحلم بكابوس ان في حد عاوز يخلص عليه بس كين صحا وقاله يغير هدومه علشان يروحوا للمدينة شوية وعلى الرغم انهم راحوا فعلا للحانة بس ريو كان متضايق علشان خرجهم غير ما يستأذنوا المعلم بتاعهم بس كين هدى وقاله انهم مش يتأخروا وهيرجعوا على طول وبعد شوية بيكتشف ريو بالصدفة حلبة كتال غير شرعية وكرر انهم يتفرجوا بس مدير الحلبة عرض عليهم مبلغ كبير مقابل كل كتال يدخلوه بس كين فهموا انهم هيتفرجوا بس ومش عاوزين يقتلوا واول ما دخلوا وبدأوا يتفرجوا واحد من اللي واقفين استهزق بريو وكين وراهنهم انهم يتحدوا زميله فكين طلب من ريو ان يقبل التحدي علشان يدفع عن كرامتهم فبيوافق ريو ومن البداية بيقدر انه يهزم المقاتل بكل سهولة وكمان قدر يهزم اي حد كان بيتحداه في الكتال وفضل طول الليل يشربوا ويتحقوا على اللي حصل معاهم وتاني يوم كين اتفاجئ ان والده موجود في المدرسة وده علشان ياخدوا ويرجعوا لبيتهم مرة تانية بس كين رفض وهنا طلب منهم المعلم انهم يتكلموا مع بعض على انفراد اما ريو كان زعلان جدا لان ممكن صديقه الوحيد يسيبه ويمشي بس بعد شوية كين راح لريو فهمه ان ما يفضل معاه ومش يرجع لبيته لانه بالنسباله زي اخوه ومش يقدر يسيبه لهو ولا المعلم وعرفه كمان ان ابو راجع يلعب ملاكمة تاني وعاوز يمرنهم على بعض الاساسيات وبالفعل بيبدأ والد كين يعلمهم اساسيات الملاكمة لانه كان ملاكم محترف وبدأ يعرفهم اسلوب سري في القتال علشان يقدروا يدفعوا بيه عن نفسهم ومستواهم يعلى في القتال اما المعلم بيفتكر اخوز زغير زمان وكان بيحاول يخرج طاقته الكاملة من الاسلوب اللي سرقه من المعلم ده غير ان جوكي كان بيغير من اخوك كبير لان سياكة بنت اخو المعلم كانت طول الوقت بتشجع جوكين وبتسيبه ولما جيه وقت القتال ابتدوا الاتنين يهجموا على بعض بس جوكي كان متعصب جدا وده خل اخوه يتمكن منه وقدر يوجه له اكتر من ضربة قوية وفي النهاية قدر ان ينتصر عليه في القتال واول ما ماشى المعلم جوكي فقد السيطرة على نفسه وكان هيستخدم اسلوب لهذا المظلم ويقضي على اخوه بس جوكين تفادت ضربة وهجم عليه وكان هيخلص عليه بنفسه بس سياكة دخلت في الوقت المناسب وقدر اتهدي جوكين ساعتها المعلم ندح على جوكي وطلب يتكلم معاه وعرفوا ان الطاقة المظلمة تحكمت فيه ولازم يصلح من نفسه ويعتذر لاخوه يقيمها يتحول لمقاتل شرير مش هيقدر يسيطر على نفسه ساعتها جوكي تكلم مع المعلم وقاله انه مخبي كل اسرار اساليب القتال القوية ورافض يعلمها لهم ولما الكلام اشتد بينهم دخل جوكين للمعلم وحاول يهديه بس ساعتها جوكي قرر ان يسيب المدرسة والمعلم وينطلق لوحده ولما حاول جوكين يهدي المعلم رافض بشدة وامر ان جوكي يسيب المدرسة ويمشي ولما جوكين حاول يهديه ويمناعه يمشي جوكي كان مصمم على رأيه وكرر انه يمشي ووعده انها يبقى اقوى مقاتل محترف في العالم بنرجع لوقتنا الحاضر وهنا بيأمرهم المعلم انهم يواجهوا بعض بضربة الهادو اللي تعلموها وعلى الرغم انها ضربة مميتة وكين حاول يضرب ريو بس قوة كين كانت ضعيفة والضربة مش بتوصل اما ريو كان هيضرب كين لكن بيقف في اخر لحظة علشان ما يقزيش صديقه كين ولما بييجي الليل ريو ما كانش عارف ينام بسبب الكوبيس اللي بيشوفها وكرر ان يتمشى في الغابة شوية وساعتها بيفتكر زمان لما الراجل العجوز لقاه تايه في الغابة واخده للمعلم جوكين وطلب منه يهتم بيه من دلوقتي علشان ما عندهوش حد يرعاه وقاله كمان ان الطفل ده جواه قوة داخلية كبيرة وساب المعلم ومشى ومن وقتها والمعلم مهتم بريو وبيعمله زي ابنه بالزبط ساعتها ريو استجمع كل قوته وقدر يكون ضربة الهادو المميتة بس المشكلة ان كين كان طلع له واخد الضربة من ريو بالغلط وفقد الوعي فاخده ريو للمعلم بسرعة اللي قدر يفوقه مرة تانية وانقذ حياته تاني يوم المعلم كان يبدأ يعلمهم ازاي يصدوا ضربة الهادو بس اثناء كلامهم المعلم بيحس بحاجة غريبة جدا في المكان وساعتها امر تلاميذه انهم يوملوا ميا من عند النهر ويرجعوا بعدين وبعد شوية بيتفاجئ جوكين باخوه وهو موجود في المكان اللي كان شكله تغير جدا عن زمان بسبب استخدامه للطاقة المزلمة الموجودة جواه ومن كلامهم بنعرف ان جوكي راجع لاخوه علشان يتحداه علشان يثبت لنفسه انه اقوى محارب فنون كتالية في العالم وبنعرف كمان انه هو اللي قتل المعلم بتاعهم لما رجع مرة تانية وتحداه في الكتال وقدر يتغلب عليه بالقوة الشريرة اللي اتمكنت منه وجوكي ساعتها تفاجئ ان جوكين عنده تلاميذ بيدربهم وطلب منه يتحداه في الكتال بس جوكين رفض وعرفه انه اقسم مش هيستعمل اسلوب الهادو في الكتال مع اي شخص بس ساعتها جوكي هدده انه هيقتل تلاميذه الاول وبعدين هيخلص عليه فاضطر ساعتها المعلم انه يوافق يقتله بس طلب منه ما يبقاش النهاردة قال له يوم تاني علشان النهاردة مش مناسب وبعد ما جوكي ماشى افتكر زمان لما المعلم طرده من المدرسة وبنعرف انه استمر في المشي في الغابة وتسلق الجبال لحد ما وصل لكهف مهجور وكرر انه يبدأ فيه تدريب على فن الهادو وكمان بدأ يتعلم الاسلوب من الكتب اللي سرقها من المعلم جوتيتسو وبعد تدريبات كتير جدا قادر جوكي في النهاية انه يتحكم في الطاقة المظلمة لجواه وبقى عنده قوة كتالية رهيبة بس المشكلة انه اصبح مريض لان جسمه الضعيف مش متحمل القوة الكبيرة بتاعت اسلوب الهادو علشان كده قرر انه يتمرن لمدة سنة كمان في الكهف على اقوى التدريبات علشان يقدر يستغل الطاقة دي باقصى قوتها واول ما نهى تدريباته وخرج مرة تانية شكله تغير بالكامل وبقى شخص املاك وكمان قادر انه يطور ضربة الهادو المميتة وخليها اقوى بكتير وبعد ما نهى تدريباته بدأ يحرق الصور بتاعته وصور اخوه المعلم حتى صور سياكة وده علشان ما يخليش اي حاجة تفكره بالماضي ويخلي كله تركيزه في اسلوب الهادو المميت وبعد فترة بيشوف المعلم طاقة غريبة خارجة من وسط الغابة وحس بقوة جوكي المظلمة وهنا اتكلم مع جوكين وعرفه ان الطاقة المظلمة تحكمت فخوه واصبح شخصه خطير جدا وعرفه انه يرجع للانتقام في يوم من الايام وكمان سلم كل الكتب الخاصة باسلوب الهادو وطلب منه انه يحافظ عليهم لانه ممكن يموت في المعركة ضد جوكي ولما جوكين طلب منه انه هو ليه قتله المعلم رفض وعرفه انه هو لسه ضعيف ومش هيقدر على مواجهته ولما بيجي الليل المعلم كان واقف مستعد للقتال لانه حس بوجود جوكي في المكان وبيظهر ساعتها جوكي اللي كان بان عليه ان القوة المظلمة قدرت تتحكم فيه بالكامل وهدد المعلم ان النهاردة هيكون اخر يوم ليه وبدأ الكتال بين الاتنين وفي البداية المعلم كان مسيطر على الكتال وقدر يتمكن من جوكي وضربه اكتر من ضربة قوية جدا وكمان استخدم اسلوب الهادو في مواجهته بس في النهاية جوكي كان قدر يطور الاسلوب الخاص به واتفادى ضربة المعلم وقدر يتمكن منه وخلص عليه بضربته القضية في نفس الوقت جوكي صاح من النوم مفزوع وعرف ان الكتال بدأ بين المعلم وجوكي فانطلق باقصى سرعته علشان يلحق المعلم بس الوقت كان فات وجوكي كان خلص على المعلم واخد العقد بتاعه وتحرك من المكان وساعتها جوكي هاجم عليه بس جوكي عرفه انه لسه مش مستعد علشان يواجهه وسابه ومشى وتاني يوم جوكي وسياكا دفن المعلم في حزن جديد وكانوا زعلنين عليه جدا وللأسف سياكا بتسيب البيت وبتمشي وبيدخل بعد كده جوكي في حالة حزن جديدة لحد ما تكرر انه يسيب المدرسة وينطلق في طريقه علشان ينسى اللي حصل بنرجع لوقتنا ده مرة تانية والمعلم بياخد ريو ويكن في مكان جديد علشان يكملوا تدريباتهم ويقدروا يوصلوا لأقصى قوتهم وبعد سنة كاملة من التدريبات المتواصلة عرفهم المدرب انهم انه تدريباتهم وحياهم علشان قدر يوصلوا للمرحلة دي من التدريبات بس عرفهم ان المحارب الحقيقي مش بيوصل للقب ده غير لما يشوف النصر والهزيمة ويعيشهم في الحقيقة علشان كده امرهم انهم ينطلقوا ويتدربوا في الغابة لمدة 3 ايام وبعدها يرجعوا مرة تانية علشان القتال النهائي والفوز فيه يقام بالنصر او الاستسلام وكمان امرهم انهم يستخدموا اي اسلوب في القتال علشان يفوزوا في التحدي وبدأوا الاتنين ينطلقوا في الغابة وكل واحد منهم كان بيحاول يتمرن بكل قوته علشان يفوز في القتال وريو كان بيتمرن عند الشلال على استخدام ضربة الهادو لحد ما اتقانها بشكل كبير حتى كين لما الصياد التاري عليه وقالوا ان ريو هيفوز عليه بسهولة اتمكن ان يضربوا بضربة الهادو من مسافة قريبة علشان يخليه يسكت ولما انهوا تدريباتهم رجعوا مرة تانية للمعلم علشان يبدأوا القتال بس في البداية المعلم امر ريو ان يقاتل بكل قوته وينسى انه بيقاتل صديقه علشان ما يتهزمش بسهولة اما كين طلب منه انه يهجم باستمرار علشان يتمكن منه ويفوز عليه وانطلقوا الاتنين عند النهر علشان يبدأوا القتال وبدأ بينهم قتال قوي جدا وكل واحد منهم كان بيستخدم اقوى ما عنده علشان يهزم التاني في البداية ريو تمكن من كين وقدر يوجهه اكتر من ضربة قوية جدا وكمان هجم عليه بضربة الهادو بس كين قدر يتصدها ورطله الهجوم بهجوم مضاد وقدر يضربه ضربة قوية على دماغه افقادته الوعي وهنا كين فكر ان انتصر في القتال وقاعد ياخد نفسه بس ريو فاق مرة تانية بس المشكلة انه كان باين عليه الطاقة الهادو المظلمة زي اللي جوكي اخو المعلم بيستخدمها واستمر في الهجوم على كين بس بيتعب مرة واحدة وساعتها كين بيدربه بالهادو بس مش بيتأثر بيها وبيستعد علشان يهجم عليه ويدربه بضربته المميتة المظلمة بس الحسن الحظ كين قدر يروح له بسرعة جدا ودربه ضربة نارية قوية افقادته الوعي وناده بسرعة على المعلم بتاعه واخده ريو وروحه للمدرسة مرة تانية وقدر المعلم انه يعالجه وينقص حياته وهنا المعلم سأل كين عن اللي حصل لانه حسب قوة الهادو الاسود في المكان بس كين عرفه انه ماستخدمش الاسلوب ده من ساعة موعده اخر مرة بس المعلم ما كانش مصدقه لحد ما ريو تكلم معاه وعرفه انه هو اللي حسب الهادو المظلم مش كين ساعتها المعلم كان قلعان جدا لان جوكي ممكن يعرف ان ده تحدي من ريو واكيد هيدور عليه لحد ما يقتله وتاني يوم ولما المعلم اتطمن على ريو كين عرفه منهم خلاص ووصلوا لنهاية التدريبات وجي الوقت علشان ينطلقوا ويسيبوا المعلم في البداية كانوا معترضين وكانوا عاوزين يكملوا معاه علشان كانوا بيحبوه جدا بس المعلم رفض وأصر انهم يسيبوا المدرسة ويمشوا وتاني يوم المعلم اعطالهم كفوزات جديدة وتدرب معاهم لاخر مرة علشان يتأكد انهم يتعلموا كل حاجة منه ولما اتطمن عليهم وعرف ان مستواهم بقى عالي جدا امرهم يحضروا شناتهم وينطلقوا في حياتهم الجديدة بس قبل ما يمشوا طلبوا من الخادم انه يصورهم مع المعلم بتاعهم وبعدها المعلم ودعكين على انفراد وطلب منه يبلغ سلامه لابوه لانه اعز اصدقائه وبعد كده اتكلم معاريه وعرفه انه علمه كل حاجة وحابه زي ابنه بالزبط وطلب منه ياخد باله من نفسه واداله الحزام الخاص به وبيودعوا بعض وهم الاتنين في حزن جديد جدا وبعد كده بيركبوا العربية وبينطلقوا في رحلتهم الجديدة اما المعلم كان حزين عليهم جدا يعرفها عن اسلوبه الكتالي لانه هيواجه اخوه ممكن يموت في الكتال ولما انتهى شكر المساعد على خدمته ليه وعلى خدمته للمعلم بتاعه وسلمه الكتب اللي كتبها وطلب منه يسلمها الريو كين مهما حصر وباستعد جوكين علشان يواجه اخوه في الكتال وينتقم لموت معلمه وهنا بيظهر جوكي فجأة والمعلم جوكين بيلومه على كل الحاجات الغلط اللي عملها وعلى موت المعلم بتاعهم بس جوكي عرفه انه ضحه بحاجات كتير جدا علشان يوصل لللي وصله ده وموت المعلم مصير اي واحد متعلم اسلوب الهادو انه يموت في الكتال ساعتها جوكين قاله انه هو صحيح اقصى منه مش هستخدم الاسلوب ده ابدا بس جي الوقت انه يكسر القسم بتاعه ويواجه اخوه علشان يدافع عن نفسه وبيستعد هما الاتنين للكتال وبيخلص الفيلم على كده النهاية جات فجأة بس دي نهاية الجزء الاول من فيلم النهاردة ولو اعجبكم الفيلم وعايزين الجزء التاني اكتبونا في الكمنتات وما تنسوش اللايك والكمنت وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصلوكم كل جديد شوفكم الفيلم الجاي سلام